شارك عشرات المواطنين الفلسطينيين في وقفة احتجاجية وسط مدينة رمالة رفضا لمخطط الضم الاسرائيلي لاراض فلسطينية وما يعرف بصفقة القرن واكد المشاركون على ضرورة انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة مخطط الضم المدعوم من الادارة الامريكية وصفقة القرن الهادف لتصفية القضية الفلسطينية في سياق متصل شارك ابناء الجالية الفلسطينية في العاصمة الالمانية برلين في تظاهرة الحاشدة ضد العنصرية والظلم واتنديدا بجريمتي اعدام المواطن الامريكي من وصول افريقية جورج فلويد في واشنطن واعدام الشاب ياد الحلاق على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة